وصل جيش السوري تقدمه ببلدة زارة في ريف حمص ما أدى لسخوط عشرات القتلى في صفوف المسلحين معظمهم من الجنسية لبنانية عرف منهم علي شرشور وناصر لطوف وجاسم عشور وضرار العلي أما في دماشق سقطت قذيفة هون على بناء النافذة الواحدة بالمحافظة ما أدى لوقوع إصابتين كما سقطت قذائف هون على مبنى المركز الإذاعي والتلفزيوني في إدلب ما أدى لأضرار مادية في المبنى موسيقى